على الرغم من أهمية وجود روتين عناية بالشعر والمرأة لأن هذه الأهمية تتضاع في فترة الحمل لا سيما وأن بعض المستحضرات تنطوي على مخاطر صحية وبسبب التأثيرات الجانبية التي يسببها الحمل بما في ذلك التغيرات التي تحدث للشعر والبشرة نتجة للتغيرات الهرمونية فإن ذلك يتطلب عناية وتغذية سليمة لتجاوز كل هذه المشاكل التي قد تواجهها المرأة مثل تساقط الشعر وجفاف البشرة مما يتطلب اعتماد روتين عناية خاص ووصفات طبية للسيطرة على هذه التغيرات وإذن كيف ستكون العناية السليمة بالشعر والبشرة في هذه الفترة الحساسة وما هي المستحضرات التي ينصح بها نتحدث حول ذلك في ديوان بالقيسة اليوم مع اختصاصية الشعر والبشرة الأستاذة إيمان ماضي مساء الخير أستاذة إيمان نورتين اليوم تسلمي يا رو أهلا وسهلا فيك بداية لو نتحدث عن أبرز العلامات التي تدول على أنه فعلا هناك تدهور في عملية الشعر ولو علاقة بفترة الحمل تمام المرأة في فترة الحمل بيصير عندها إفرازات هرمونية وبشكل زائد فهي بتلاحظ أنه عندها في بشرتها وفي شعرها أنه صارت هناك تغيرات لكن من البداية لازم تعرف أنه هذه التغيرات طبيعية وتتعامل معها بأنه شيء طبيعي وبيحدث لكل النساء لكن بشكل متفاوت وليس أنه عندها هي حالة مرضية يعني محتاجة أنها مثلا تعالجها مع دكاترة مثلا بالنسبة للشعر في بداية الحمل إذا كانت المرأة مهتمة بغزاها وبتأخذ الفيتامينات والمعادن كما وصف الهياء الدكتور لأنه طبعا هي بتراجع بيعمل تحليل بينصحها بمجموعة فيتامينات الصح أنه المرأة الحاملة ما تأخذ مالتي فيتامين عام يعني هي الحبوب اللي إحنا بناخدها بشكل دوري كل فترة هذه مناسبة إلنا لكن الحامل لازم تأخذ الفيتامين اللي ناقص عندها ما تأخذ مجموعة فيتامينات بتكون في كابسولة واحدة فعن طريق اللي هي المعادن وفيتامينات اللي بيوصف لها ياها الدكتور هتلاحظ أنه شعرها تحسم شكل كبير بالذات مع ارتفاع هيرمون الاستروجيك عدني كنت بقولك أنه كثير من السيدات بيقولوا لا أنا شعري بيكون في الفترة الذهبية وانا حامل بشوتي بتكون أحلى ما يكون وانا حامل شوفي الشعر فعلا بيكون في أفضل فترة في أثناء الحامل لكن البشرة بتعاني من جفاف بتعاني من جفاف بالذات لأنه جسم المرأة بيحتاج في فترة حامل بيحتاج إلى سوائل بشكل كبير فالبيبي بيأخذ السوائل الجنيب بيأخذ السوائل ولكن بينقص على جسمها فلازم تعوض بشرب الماء بكثرة وأيضا أكل الفواكه والخضار الفريش وتقليل السكريات لأنها يعني بتأثر سلبا على بشرتها وفي أشياء هي هذه تتناولها وفي أشياء لازم أن هي خارجية تستعملها على البشرة والشعر طيب أستاذ دائما يعني عادة بيكون أبرز مشاكل أشعر هي ظهور الكلاف الجفاف زي ما قلتي أحيانا تصبغات يعني بتكون رقبتها لون بشرة وجهها أكثر من لون فهذا بيعمل بنعكس بشكل سلبي بالنسبة للمرأة كيف ممكن تتفادى هذه الأشياء؟ الحالة النفسية مهمة جدا في مرحلة اللي هي تجاوز فترة الحمل نرجع نحكي من شكل طبيعي أنه يصير عندها تصبغات أو كلف بقدر معين أغلب السيدات بصير معاهم ولما تنتهي من فترة اللي هي تضع الجنين حيبدأ تدريجيا تنتهي المشكلة ما بين ست شهور إلى سنة ولكن يجب المحافظة على البشرة في هاي الفترة ماشي تمام أنه أنا ممكن تغمق بشرتي في أماكن معينة من الجسم أو يصير لكلف في وجه لكن لازم أنا أعتمد على ترطيب البشرة بشكل جدا مهم حتى ما يأثر عليها الجفاف استخدام واقع الشمس فيزيائي مينيرال لأنه هو الصحيح استخدامه الكيميائي ممنوع في فترة الحمل إذا ما استخدمت واقع الشمس حتى لو كانت في البيت يعني لو في فضاء أو شمس خفيفة بتدخل على البيت لازم كل ساعتين تستخدم لأن هذا الكلف إذا ما وضعت المرتبات وفايتامين سي واستخدمت الهواق الشمس كل ساعتين حيكون أنه إزالته بعد الوضع الجنيه حيكون بشكل صعب ويحتاج إلى تقشير وليزر وما إلى ذلك لكن إذا هي اهتمت من بداية المشكلة بعد ما تولد حتلاقي لوحده اتحسنت اللي هي بشرتها طيب أنت أشارتي ربما لي هناك ربما مستحضرات وأدوية ومكملات غذائية وعناية بالصحة عموما لكن ما هي ربما المستحضرات الخاصة للعناية على الأقل بالشعر نحن موضوعنا اليوم مع الشعر مع مصاحب للحمل فهل هناك مستحضرات ممكن نتحدث عنها هل هي طبيعية أم مثلا لها علاقة أيضا ما تأثرش على الجنين تمام فيه اللي هو البخاخات هي فيه كثير سيدات بحب يسعمل البخاخات كل فترة لنمو الشعر هذه التسات توقفها توقفها إذا عندها نية بالحمل توقفها وإذا وجدت نفسها حامل وهي كانت تستخدمها توقف البخاخاتها لأنها فيها مواد بتدخل مع مشيمة الجنين وبتأثر عليه بدها تعمل هي الأشياء الطبيعية يعني الزيوت في بعض الزيوت هي ممنوعة للحامل نذكرها بشكل سليل وهو زيت اليسمين ممنوعة زيت الريحان زيت العرعار زيت المرمرية هذه طبيعية رغم أنها مع أنها طبيعية وزيت جوز تطيب هذه الخمس زيوت ممنوعة تستخدمها للحامل سواء للشعر أو لبشرتها فيه زيوت ممتازة من بينها زيت جوز الهند هذا رائع سواء للشعر أو لعلامات اللي هي التمدد لستريتش مارك لأنه بعد ما تولد هذه المازال حتى الآن صعب جدا أنه نرجع الجلد كما كان تضل العلامات ولو خفيفة لذلك إذا رتبط المنطقة وكانت تسعم بشكل يومي مرتين أو ثلاثة في اليوم زيت جوز الهند حتى تتحسن وما تظهر العلامات هذه بشكل كبير للشعر كمان زيت اللوز الحلو الحلو وليس المر هذا ممتاز سواء للشعر أو للبشرة ولكن ما نكتمل بصيلة لأنها تستخدم الزيت وتنام لا لازم تغسل بالظبط مش أنه أنا كل ما كترته تركته معناته أنا استفدت بل بعكس يعطي نتائج عكسية فهتستخدمه بقدر معين وتعمل مساج لفروة الراس وللبه صيلة وتغسله بطريقة صحية حتى تستخدم المسكات اللي هي بترطب الشعر وأيضا المسكات اللي بترطب البشرة اللي ما يكون فيها مواد مضرة زي اللي هي في مواد مع أنها تبع في الصيدليات لكن هي محظورة على الحامل نذكرها ممكن ممكن اللي هي المواد اللي فيها فيتامين اي بمشتقات وأغلب الحوامسارة يعرفوا أنه هذا ممنوع أيضا اللي هي فيها سيسالك أسد موجودة في الغسول للبشرة الدهنية وبيتجاوب مع البشرة الدهنية وبيحسنها وفي التونرات ولكن لما تكون حامل يجب أنها تقطعوا تماما أيضا اللي هي كريمات تفتيح البشرة وكريمات الأنتي إيج اللي بيكون فيها مواد تفتيح مضرة بالذات في أول ثلاث شهور فتتوقف عليها تلتزم بالفيتامين سي الواق الشمس المينرال اللي هو الفيزيائي هيلارونيك أسد في الليل رائع إنها لو شربت ميا أكلت فاكها ووضعت سيروم هيلارونيك أسد ستصبح تلاقي وجهها فيه نظارة وترطيب وزي ما حكينا الزيوت الطبيعية طيب سيد أيمن يعني صراحة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والريلات والنماذج الكورية ومش عارفة إيش بيحصل هكذا يعني خبط في المفاهيم وفي المعرفة حتى يعني نصيحة تقدميها للمرأة الحامل بالذات لأنه المسألة ليست فقط وجهك ولا مسألة أنه شعرك لا في مسألة في جنيل ممكن يتضرر بشكل مباشر كيف ممكن نوجه السيدات يعني في سيدات بتكون قبل ما تحمل هي عاملة لحالها روتين بتعالج شعرها بتعالج بشرتها ملتزمة بجلسات لزر إزالة شعر ملتزمة بجلسات مثلا أجهزة لبشرتها نحكي لها أنه يعني تحمل بتلاقي أنه بدت بشرتها تتراجع تزعل كتير وأنه أنا كنت عبانع حالي وقعت عشوت في العلاج نرجع نحكي أنت مش حالة مرضية أنت في معجزة بتتكون في داخلك أنت أهم شيء تحافظي على صحتك وصحة الجنين مع الوقت بعد ما تولدك كله هذا حيرجع بشكل طبيعي في فترة زمنية ما بين ست شهور لسنة اهتمي بالأشياء الأورغانيك بالأشياء الطبيعية الأشياء هاي اللي أنت بتشوفيها على الريل والفلاتر والقصص هادي كلية أغلبها أغلبها فيها فيك بشكل كبير اهتمي بصحتك صحت جنينك لأنك أنت بتمر في هاي مرحلة يعني فترة قصيرة وهي طبيعية وحرجة ومهمة يعني يعني ربما تكلمنا على أنه بشكل عام هذه النصايح لكن هل هناك فروقات ما بين شعر وبشرة امرأة حامل عن امرأة أخرى أم أن هذه النصايح تطبق على الجميع لا هناك فرق يعني يجب مراعاة هذه هناك فرق المرأة الحامل مرات بتكون هي بتستعمل قبل الحامل المواد وكانت متجاوبة معاها وبتاخد عليها أفضل نتائج ولكن في فترة الحمل بتقول أنه صارت تطلع لحساسية لأنه عندها تغيرات هرمونية بشكل كبير عندها الجنين بيأخذ أغلب فيتاميناتها ومعدنها كمان البشرة والشعر بيكون في أقصى مرحلة حساسية يعني في سيدات بيتحسسوا من الروائح ومن المواد الطبيعية بشكل كبير بيتحسسوا فلذلك أي شيء كانت تستخدمه بالذات في مواضع طرية أو كحولية حتوقف استخدامه وتشوف الأشياء اللي بيبقى مكتوب عليها إنها هي أورغانيك ومكتوب عليها إنها هي آمنة للحوامل فما تعتبر حالها لا وكمان ما تقارن يعني مثلا تكون جارتها حامل وهي حامل بنفس الوقت أوه بالشتاء كيف أنا ليش وهذه يعني لكل شخص صحيح حتى يتبادل أن النصائح بشكل خاطئ يعني خاطئ اللي الصياد لو الدكاترة حيفيدوها بإنه إيش الأفضل لها إنها تستخدمه وما تشوف تجارب غير بالذات إنه ممكن هي فعلا فادها لكن ما حلفيدك إذن شكرا جزيلا لك إيمان ماضي خصاية الشعر والبشراء كنت معنا في هذه الإطلالة من الديوان بالقيس ورتينا العفو اشتركوا في القناة